الاهتمام مركز على تسريبات تقرير الأمين العام الأممي الذي صدرت في وقت مبكر من صباح اليوم وتسربت منه نساخ إلى وسائل الإعلام الدولية هذا التقرير المسرب جاء بعد ضرجة أثارها بن كيمون بسبب تصرفاته التي وصفت بلا مسؤولة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلينا في الأستوديو دكتور المساوي العجلاوي الخبير في شون العربية والإفريقية تحية طيب لك وستانس بداية أستاذ المساوي كيف تقرؤون ما ورد في التسريبات هذا التقرير؟ هو تقرير صدر هذا الصباح هو تقرير غير رسمي يتكون من 105 فقراء يتحدث بالخصوص عن سنة من عمل الأمم المتحدة ولكن يظهر أن ما جرى في تندوف وما جرى حول تندوف وزيارة إينبير الحلو انعكست في هذا التقرير أكثر من هذا وذاك أن هذا التقرير يتضمن موقفا ليس يؤكد الموقف المغربي الذي يقول بأن بانكيمون لم يكن محايدا خلال زيارته لمنطقة تندوف يعني هنا تقولون بأن الموقف بانكيمون ربما غير المحايد انعكز على هذا التقرير؟ بالتأكيد وأنه ولد بدأ بتقديم محاولة تقريبا أربعة أسباب لماذا يقدم هذا التقرير يركز على زيارته يركز بأنه أراد أن يضيف شيئا جديدا إلى هذا الموضوع وأيضا ركز كثيرا على أزمته مع المغرب تأسف ليس على ما صدر منه تأسف على موقف الحكومة المغربية من أنها كانت عليها أن تسلك المسلك الدبلوماسي عوضا أن تنظم كما قال هو مدهرات ولكنه يتناقض في الفقرات التي تلي هذه المقولة يقول بأنه يوم 14 تصل به وزير الخارجية مزوار ثم يقول بأنه وطلب منه توضيحات حول ما فاه به وما قام به في المدينة ثم أيضا يقول بأن بعتة الأمم المتحدة مباشرة من ذلك طلبت منه أن يسحب عدد من المكون المدني لكن الشيء الخطير وهو أنه هناك قراءتان لهذا التقرير الغير رسمي الآن ربما سنتدخل عليه بعد فهي تسريبات لحد الساعة لا وخالص سادر موجود في موقع الأمم المتحدة ولكنه كثير من المصادر أخرجت هذا التقرير ويقول هناك قراءة القراءة الأولى وأنه يظهر لك من ناحية التقنية أن هذا التقرير متوازن لكنه عندما تقرأ القراءة السياسية لكل الفقرات المئة وخمسة تجد لأنه الرجل منحاز بشكل قوي أطلب منك سي أنس أن تقرأ الفقرة الثالثة عشر لم نسمع أبدا حتى في التقارير التي بدأت منذ 2013 أن هذه الفقرة هي التغطية للمؤتمر الرابع عشر لجبهة البويزاريو لم يضع بيان جبهة البويزاريو بين مزدوجتين وكأن كلامه هو كلام جبهة البويزاريو قال بأن رئيس جبهة البويزاريو تم انتخابه نحن نعرف كيف يتم انتخاب هذا الرجل الذي موجود على رأس هذا التنظيم منذ أكثر من أربعين سنة أضاف إلى هذا وذاك أنه أشار إلى احتفالات جبهة البويزاريو لم يكن هناك لا انفصال ولا شعب صحراوي ولا شيء آخر بدليل أن مؤسس جبهة البويزاريو ومصطفى الولي في إحدى دراساته التي نشهد في المغرب ما بين 2017 و73 يؤكد على أن الصحراء اقليم في دباجة هذه الدراسات المشهورة أيضا أن الصحراء يقليم باقي الأقل المغربية وقع نوع من الاحتواء لجبهة البويزاريو ما بين أكتوبر 75 وفبراير 1976 هذا التقرير أيضا نلاحظ فيه شيء خطير جدا هذا يقول بأنه يريد أن نضيف شيئا من عنده في الفقرة 91 يؤكد أنه آن الأوان لكي نخرج من مصار الذي بدأ منذ 2007 وأن الحل السياسي أسمع ليسي أنا الحل السياسي يجب أن يتضمن بالحرف في هذه الفقرة طبيعة والشكل تقرير المصير بمعنى أن قرار مجلس الأمن يجب أن يؤكده الشكل وتقرير المصير أحد الآن يقال فقط تقرير المصير بمعنى أن بن كيمون يريد أن يفرد أو أن يدفع نحو هذا الشيء الذي يسمى تقرير المصير وفي كثير من التقارير عندما يأتي مثلا في الفقرة العاشرة يأتي بفقرات من خطاب ملك محمد السادس عند زيارته العيون لكن مباشرة في الفقرة الحادي عشر يأتي برسالة من محمد عبد العزيز يستنقفها ما ورد في الخطاب الملكي وهنا أجلع في التقرير أستاذ المساوي كمال لو أنه يريد تحييد خطة المغرب في حكم التأتيب يأتي بكل خطوات المغرب ثم يفرقها من محتوى بإضافة أو بإرداف إما قرار أو شيء من هذا القبيل ثم أنه يهدد مجلس الأمن يهدد مجلس الأمن كثير ويقول إذا ما مست المنورسو ستقع حرب إقليمية خطيرة وسيفتح الباب للجماعات الجهادية والجماعات الجريمة العابرة وكأن الجماعات العابرة للحدود والدماعات الجهادية غير مستقرة في المنطقة تندوف وفي الجنوب الجزائري والشمال المالي وفي عدة من المناطق إذن هذه الأشياء كلها تبرز أنه من ناحية السياسية قراءة هذا التقير من ناحية السياسية تبرز أن هناك تحييزا هذا التحييز ممكن بالتأكيد أن بياتات المغرب في الأمم المتحدة قد انتبهت إلى الفقهات التاش ممكن أن نأخذ الفقهات التاش ونقدمها للعالم على أساس أن هذا الرجل أن المغرب كان مصيبا فيما يخص مسألة العدم حيادية بانكيمون وأن هذا الرجل بالتأكيد يدفع نحو عزل مشروع الحكم الداتي والدفع نحو تقرير المصير مع إعطاء مجلس الأمن صلاحية كيفية تحديد هذا التقرير المصير وهذا هو الإشكال الكبير نعم أستاذ مستوى نبقى دائما في قراءة التقرير التقرير أيضا ركز على ثلاث نقاط وهي حقوق الإنسان تدبير الموارد الطبيعية والرفع وهذا يعني لافت جدا الرفع من المساعدات لمحتجزين في تندوف ما تعليقكم نعم أحتى بالنسبة للمحتجزين في تندوف نبدأ بهذا الأخير لم يشير إلى مسألة الإحصاء قال أنا أعيد بما ترجمته أنا أعيد الإشارة إلى الإكزامان قراءة تجيل سكان تندوف ثم أنه الخطير جدا وهذا هو النوع كما تستجدي قيادة البوليزاريو وتستعمل سكان مخيمات كورقة للتسول في الأسواق الدولية السي بانكيمون أيضا يستجدي مجلس الأمن من خلال الوضع اللا إنساني في منطقة تندوف ويطلب من مجلس الأمن أن يتحرك في هذا التجاه وأنه تأثر كثيرا بالواقع دون الإشارة إلى سرقة المعونات دون الإشارة إلى نصرف على هذه المخيمات وأكثر من هذا وذاك أن الرجل يبدو وأنه لا يدرك حتى جغرافية هذه المخيمات يخلط بين المخيمات ويتبجح بشكل كبير أنه المؤتمر الرابع عشر حي مبادرته لزيارة المنطقة في حين أن هذا الأمر هو الطلب من جبهة البوليزاريو وأنه صدر في تقرير 2014 و2015 وأن مسألة الإعانات الإنسانية يجب أن تضع أيضا في سياقه السياسي لماذا السؤال الذي لم يأتي في أي فقرة من هذا التقرير لماذا لم يتم الإشارة إلى أسباب كيف أن سكان المخيمات وصلوا إلى هذه الدرجة من البؤس هذا لم يشير إليه مع كامل أسف يظهر أن بانكيمون لا يريد أن يفتح عينيه إلا عن الأشياء الجميلة التي يراها من خلال جبهة البوليزاريو ويغمض عينيه يقفل عينيه تماما على مسائل أخرى هذا هو الإشكال أنا أعتقد من ناحية لا ندخل من ناحية القانون الدولي أو العلاقات الدولية أو أشياء يجب أن يقرأ هذا التقرير قراءة سياسية دقيقة وعلى المسؤولين المغاربة أن يتحركوا وأن يبرزوا أنهم كانوا على صواب فيما يخص انتقاداتهم للأمين العام وأيضا لقرارات منتخذها فيما يخص بادة أمم المتحدة انطلاقا من هذا التقرير الذي يتضمن أدلة واضحة على عدم حيادية الأمين العام للأمم المتحدة نتمنى أن يرحل قريبا نعم أستاذ موسوي كيف ترون ردود الفعل المرتقبة من صدور هذا التقرير رسميا أنا في اعتقادي أن يترك هذا التقرير على حاله مع إبلاغ الخمسة عشر لأعضاء مجلس الأمن بالخصوص الخمسة الكبار بهذه التناقضات وبهذا التحييز وبهذه الرؤية وأن يصدر نتمنى أن يصدر قرار مجلس الأمن مخالفا للتقرير ومناقضا للتقرير حتى يتبين للناس وعلى أساس أن بانكيمون نحى منحى وأن مجلس الأمن ربما يأخذ بعلا اعتبار كل القضايا بما فيها استقرار المنطقة لأنه دائما كما نقول المنطقة لا تحتمل صراعا جديدا وإلا ستدخل في متاهات لا قدر الله قد لا تخرج منها كل الدول هذا ما لنتمنىها دكتور موسوي العجوي الخبير في شؤون العربية والإفريقية شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات موسيقى موسيقى